التعليم أولوياتنا الاهتمام بتحصيل الطلاب ودعم المعلمين وتفعيل الأنشطة أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم خلال لقائه بقيادات ومدير الإدارات التعليمية بالدقاهلية أن تحدي الكفافات الطلابية يمثل تحدي تراكمي على مدار سنوات طويلة ومرتبط بالعديد من العوامل مشيرا إلى أن تقليل الكفافات الطلابية سينتج عنه زيادة قدرة المعلم على تقديم أداء أفضل داخل الفصل الدراسي وتعليم عالي الجودة وأشار إلى أنه يضع محورين كأولوية قصوى وهما قدرة الطالب على التحصيل الدراسي بشكل نوافن داخل الفصل الدراسي وتقديم كافة سبل الدعم للمعلم مؤكدا أنه لن يتم ترك أي حل مناسب من الحلول دون تنفيذه للارتقاء بمختلف جوانب المنظومة التعليمية